موسيقى السلام عليكم اخواتي كديرين لابس عليكم أتمنى تكونوا على خير وبخير تشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله وانتوا معا خير كما اشتركوا كسوا هذين خيطها راني حفصلتها معاكم هذا الشكل النهائي اللي كتشوفوا هنا راني منطة الكتاف طريقة المنطة كيفشت منطة والكتاف راني دايرها معاكم شحن من مرة كاتمنطة والكتاف عادي هذي جيهة واحدة راني راني ذي ركبتها ديال المرض ديال السدايف وهو ذاك الكشكاشة اللي جاي الاسقع فيه هنا غاديل السق المرض الاخر تشوفوا معايا الطريقة كيفش غادي نديرلو كماشت هنا يراني كان قيص الجيهة علختها كان جيب ذاك القيط على اللي فصلت معاكم اللي كتلكم درت فيها 64 اللي درت فيها الضوبل ديال الطول اللي عندي في الازرار وكنطوي واحدة نص سنتيمة كاملش هي واحد الجيهة للميلي اللي كان طوي وكنننشي معاها كاكب الخياطة كما كتشوفوا كان خيطوها عادي بحل غادي نديرو الاغلي غادي نخيطها كامل احتل التالي وعدا نولي نديرلها الطريقة هذي ولي نطويها المرة التانية وندوزها الخيطة غايت نوريكم هنا هذي وغادي نطويها هذي وغادي نعودها المرة التانية نطويها وندوز معها بالخياطة بش جيني فينية كما شتو كان طوي ذاك ذاك نص سنتيم اللي قتلكم ما كامش كان وندوز نطويها المرة التانية وندوز معها بالخياطة سوف هنا ايا راكا درت الغرزة في فراق مربعة وغادي نخيطها شديد سنتيم ديالي وندوز معها بالخياطة كاملة بش غادي ندير ذاك لي فخونس ديالي سوف يكن نجر الخيط واحد ونبقا كان نوزع ذاك لي فخونس على القطعة كاملة على ذاك الشارط اللي عندي حتى غادي نخلي فيه 32 في الطول القياس اللي عندي ديال الهبطة الجيهة التانية كنحزمها بش ما كنت تتحليش غادي نزيد نجمعوشي شوية نزالها طويلة صافي دابا غادي نحزم الجيهة التانية راسا هلا هاد الخياطة ديال هاد الفوسان هادا ما فيش شي صعوبة هادي هي الصعوبة اللي فيه هي هادا الكشكاشة اللي دايرين حنا في صدر هاد الموضيل هادا راني حاوت ندير معاكم هاد الموضيلة التبافات الصيف كيجيو زوينين وخارجين بزاف على الموضا هاد العام عندهم هاد الكشكاشة هنفس الدر ولا الفوسة اللي قبل من هادا اللي دارت معاكم ذاك اللي زرق ذاك فيه لي بلي واحد اخر عدرت له واحد القطعة هادا كيجيو هاد القطعة على ثقاف في الكتاف وكاتها بطعة للظهر وعلى الامان تاوه راح تطيتو معاكم بالنسبة لاخوات اللي اول مرة كيشوفوا القاناة تمنى انهم يدخلوا القاناة فيها بزاف ديال الموضيلات ويستافدوا منها اللي بغا تتعلم اللي يعاونها والله يسر لها الامور كما شتونا را كنحطو ذاك ذاك القطعة ديالنا اللي درنا فيها لي فخونس كنحطوها على الهبطة وكنهبط معاها بالبانغاز كنشدها كما شتو هكا كندير ذاك البانغاز باش يساعدوني في الخياطة منكم كنخيط كما شتو هكا كنحطو ذاك كنسر الحتوب ديالنا كنجيب ذاك القطعات الثانية اللي درس فيها جيهة واحدة كندير فيها الفيزلي والجيهة كنخليها بلاش قطل قطعتها دوراني ما فصلتهم مش معاكم ولكراني درت فيهم ثمانية سانتين في العرض والطول درت فيهم ثنين وثلاثين كنع بردك الطول اللي اللي هبطشحل عندي فيها وكندير الطول كنزيد واحد جز سانتين ديالخياطة قبيعت الحال داروري سافي كما شتو نار خيط هام جيهة واحدة كنقلب الوجه هند الوجه وكنخيط من الاحسن هنا يدوزو المي كواتي لو بغيتو على هاد الفخونس باش مكيبقوش طالعي لكم ويساعدوكم في الخياطة هنا هنه غادين خيطهم من اللوالة نصقهم بعدها مع القيطعات الثانية تسرحوا داك اللي بلي تسرحوا ومبيد ديكم داك اللي فخونس باش يجيوهم زيانين في الخياطة ما يجيوش تشدهم لكمش ليبرا سافي هنا رخيطهم هادي نحط لقية طعال الثانية ديال المارد ديال صدايف ديال الأزرار هنحطو عليهم هنخلي من الفوق مجهة الدورة ديال الرقابة هادي هي الدورة دا الرقابة هنخلي واحد السانتي مونس كما كتشوفو معايا هاو واضح هنخلي واحد السانتي مونس باش هدير ركب الكل ديالي سافي وكنشد عادو البانقات هنخلي سافي الناراش تنديسه بالبانقات كامل هادي نجز بالخياطه ديالي نقلب على الجهة من الداخل لنضع الخياطة التي قدرت في الأول لن تبقى أن تبلي في الوجه لنضم مع القريب سوف نضع الخياطة التي تفعلها سوف نضع من المجزء سوف نضع المجزء سوف نضع الخياطة التي تفعلها سوف نخيط 8 سنتيم 8 أو 10 سنتيم تدوزع لهم الغرزة تديرو توسع الغرزة تديروها في رقم 4 سوف نجمعوه نوزعوه لفخونس مائف 10 سنتيم سوف نحزموه من الجيهات بجوش ونضع لكم ديالنا نرى المنتصف ديال لفخونس ونضعهم على الخياطة ديال الكتف رصورة واضحة وبين سوف ندوزو الخياطة ديالنا كما تشوفو على هاتشكل هذا نضع المعلومة كما قلت لكم هذه المعلومة ضروري هاتي التوب ما يكون عندنا كتيري نجبده في الخياطة بش مين يتلبس ما يتقطعش وما تبقاش أما يبقاش داك الخيط كي يتطرطقنا هذه ضروري يدلوها في التوب نسبة التوب اللي كي تيري ولا التوب المتطاطي سوف نضع فيها دولكم ديالنا كما تشوفو على هاتشكل هذا كي يجو داك اللي فخونس في الراس ديال الكتف على هاتشكل هذا هنا غادي نخيط الكول كما تشوفو الكول اللي جيها واحدة سقط لها الفيزلين غادي نطوي واحدة صانتي من جيها اللي غاة السقلية في الكول صافيان شد سانتي من ديال الخياطة غادي ندور معاه نحاول ذاك القنية يجي داير ما يجينيش من قنت وغادي ندور بالخياطة ديالي نخليد صانتي من ديال الخياطة وكان دور كما تشوفو الكوراني كندير في خمسة صانتي في العرض والصانتي واحد كيمشي لي من التحس وصانتيم كيمشي من الفوق كيبقى لي فيها ثلاثة صانتيم هنا غا ندير فيها انقطع ذاك القناة نحاول ندير كرانات فتر كوراني حطها معاكم طريقة الفصالة دياله والطريقة الخياطة بالنسبة للأخاوات اللي نبغى ويعرفوه طريقة الفصالة دياله فتوب سامبل وجاي باين التوب هذا ما جيش باين مزيان في الفصالة سوف يكادين نركبها مع ذاك الجيهة اللي خليت فيها اللي قلت لكم خليت فيها سانتيمونس كنجيلة ماية كنحط داك السانتيم ديال اللي خليت في الأول وكنشد بالبانغا نحاول نشده على الحرف الجيهة الثانية هيا كنشدها بنفس الطريقة را كنحط الكول لكنشد داك القيطعة ديال اللي فخونس اللي هابطالي معص مع الأزرار راني كنخيطها مع الكول ديالي باش كي تشددك اللي فخونس ما كيبقاش يطلعو سوف يكا نحيط داك الزوائد اللي عندي من الداخل اللي كانوا بزاف من حدايا هادو كلي في القناة اللي جايين غلاضين حيت مراهم ضوبلين عندي بنسبة القيطعة اللي فيها اللي فخونس سافي وغا كيما كتشوفوا معاي كندخل داك الزوائد الداخل وكنشدهم مكان غطيهم بدك القيطعة اللي درت لها في اللول الفيزلين وطويت داك السانتيم ديال اللي وغلي رابيها كنفيني الكل ديالي وكي جيني من داخل ومن برا كيما كتشوفوا رساهل سافي ادو الكل ديالي وغضي نضرب عبارة السبات سافي كما كتشوفوا معاي هاتجيها را ما زل ما حددتهاش حددتهاش هاتجيها هاتجيها تانية كشالاش ما زالتها هي ما طايحة اللي ما طايح ليش داك اللي فخونس مزيان ما جايش طايحين بنسبة ما غا ديتحدو مزيار غا ديتحدو مزيار غا ديتطايحو بجوجهو طبعا ش راكم شتو شكل نهائي بتدلي سافي كننننننننننننننننننننننننننسبة و ندوز عليهم بالخياطة بواحدة سانتيم باش ما غادير لصبقهم مع الصايا من التحت ميجيونيش مخالفين هنا داك الصايا ديالي جبتها ودوس لها الخياطة الغرزة درتها في رقم 4 ودوس لها خياطة باش ندير هادك لفخونس كما كتشوفو هنا ضروري نحزم جيهة واحدة شما يخرج ليش نجبت الخياطة ويخرج لي سوف يجيها الثانية غادي نجر منها كان جرغي خيطة واحد وكان بقى غادة نوزع في داك اللي فخونس ديالي كان حاول نوزعهم كما كتشوفو كان جيب المنتصف نيشان ديال السايا كنت تعلم تدرش فيه كرانة مين فصلته داك المنتصف كنحطو على داك الماكل اللي غا يكون فيه الأزرار هادا كو المنتصف ديال الفوقاني كما كتشوفو كان قدو دا بغا ندوز معاهم بالخياطة باش لساق السايا ديالي مع القيطع الفوقانية كمشو على داك الخياطة اللي درنا ديال الفخونس كمشو عليها كنحاول نقد داك داك الفخونس كنحاول نقدهم ونفرقهم يجيوني متفرقين من متاوين يجي الجيهة عندي فيها بزاف مجموعة ويجيها ما فيهاش نحاول نقدهو كما كتشوفو على هاتش كلك اجي هنه غادي ننخيط داك القوطة ديالي نحبط بالخياطة معا كنشد من الفوق من راس الكو وكان مشيه سلستكيط من المساك고ي ما كنقولوله كما ننهي في من seminary بعض المساك لدي الحزام 30 عارف ت否خ ققط الطريقة الأخرى التي كنت قدرت معكم تأييرها معكم بزاف ديال الكساوي اللي كتخيطهم على برة هذا خيطهم هكا من الداخل كما شتوك يأتيوا على تشكل هذا قدرتهم ما بين الخياطة والخياطة ديال الكوتي هنا سنقوم بزافة كما تشاهدون الكساوي ردوز لها السورجي كلها من الداخل سورجيتها وكنطوي واحد جس سنتي وكنولي نضاب لها جس سنتي و جس سنتي كندوز معها بزافة كاملة هذا الحزام ديالنا نجيب الحزام وكنخيطهم جهة وحدة كما كتشوفوا على هاتشكل وكنه بطمع كامل كندوز معها بالخياطة سوف نقول لأخوات اللي أول مرة كيشوفوا القاناة سوف نقول لهم مرحبا بكم نتمنى نكون عند حسن الضن ديال الأخوات كامل اللي كيتعلمو واللي كيتبعو في القاناة واللي جدادات نقول لهم مرحبا بكم ولا بغيتوا شي شي سؤال ولا شي استفسار تخليوا لي ان شاء الله استفسارات ديالكم وانا راني كان نحاول نجاوب لأخوات كامل اللي كي سولوني راني كان حاول نجاوبهم ونتمنى نكون عند حسن الضن ديالكم وما تنساوش تدعمونا بلاي لايك وتخليونا كومونتاير مو مش الجيح ولا لعندكم شي شي سؤال شي اقتراح بغيتوا شي موضيل مرحبا بكم راني ان شاء الله يكون عندي وقيد كندير الموضيلات اللي كي طلبوهم مني صافيك المشتور كان قلبو الحزام ديالنا على داك الشكل وكان الجيهة الثانية راك ندخلوه سانتي من داخل وكان خيطه مش كي جينام فيني صافيك المشتشون هدو ذات الخيصة ديال الحزام راك نحشي الحزام تم مايا هدو كي يبقى محفظينا للحزام ما كيضيعش هنا هي لليمون شراء ندير لهم لاستيك ولا غاندير داك شارك المطاط كما كتشوفو هنايا را عندي لاستيك ما عارتش بزاف فيه واحد سانتيم سانتيم ونص هكا ولا ما كامش في العرض كنحطو كي يجي داخل شوية على على التوب واحد مص سانتي وكندوز معه بالخياطة كنخيطو نجبدو ضروري جبدو لاستيك نعلى هاتشكل هذا رابعين تمنى يكون واضح ساعفي غادي نولي نطويه المرة الثانية وغادي ندوز الى السورجي ما غاديش مولي نخيط على الاستيكدابة ونخيطي للتوب على هاتك البلاس اللي عندي فيها السورجي هندوز عليها بالخياطة هاتك سورها طلعت زوينة تبارك الله مولاتها جات خدعتها وطلعت طلعتها زوينة البستها جتهي هاديك كما شتشو هادو هما ليمونش ديانا ودي الكسي وديانا تمنى تكون عجبتكم وجهتكم سهلة بالنسبة للخياطة ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا